وقف هنا بقى وقف هنا عشان دي زي ما أشدنا بيه كثيرا وهنا وإحنا وقفين في نفس المكان في نفس البرنامج في مباراة بلجيكا رغم أن الناس لم تعليف الهدف قلنا أنه وفروض تعمله تمثال في مباراة بلجيكا لازم أقوله في جرس انذار عندك تراجع واندفاع شديد في المباراة الثلاثة الأخيرة عندك مشكلة في المسباص عندك مشكلة في الاندفاع عندك مشكلة في المساحات نتحدث أنا أكرم توفيق اندفاع شديد جدا جدا وهقولك في مشكلة ملوش زنب فيها تسببت في الحالة اللي ظهر عليها لكن المساحة اللي وراه أكرم ظهرت في مباراة الجيش جالية مرة واثنين وثلاثة حتى تم تسجيل منها الهدف وكمان تم تسجيل من الهدف اللي اتحسب لمس التياد بص هنا الاندفاع ما خدش الكورة بص بقى المساحة قد ايه كمل كمل بقى مشيق على عدلتها مشيق على عدلتها مشيق على عدلتها الكورة ديه كراريت اربع مرات النهارة ده كريم بص 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 اللي رجع مغط وراه اليو ديانج طبعا ما لحقش ان هو يروح يغط ويعمل الكافرينج لولا ان هي خبطت في ياسر ابراهيم هجمة ومشكلة في الناحية اللي مين دي مكررة انا قلتلك فيه تلات مشاكل عند النادي الاني دي واحدة منهم المكررة واللي طبعا تاني تاني النادي النهاردة اللي حابي بشيد بيه جدا لعيب صغير وقف بس هنا سواني لعيب صغير متعاقد مع النادي الاتحاد السنة دي من نادي الولمبي احمد عيد لعيب جيد جدا جدا ما بيخافش الدريبلنج بتاعه ممتاز قدر نهو يعمل خطورة على النادي الاهلي من ناحية الشمال تحديدا لما كان كمان بيروح نحن لبين هو اللي عمل الكروس لأستن اموتو اللي اتكلمنا عليه منذ دقايق كمل بقى كمل نفس المشكلة فين اكرم يا كريم مش موجود مش موجود اكرم مش موجود نفس المشكلة نفس الازمة مساحة كبيرة اندفاع كبير جدا جدا لو اكرم توفيق نفس المشكلة هتلاقي بص بقى هنا المشكلة التالتة الكارسة يا وقف 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 بص كريم هنا النقطة دي نقطت عليها في بداية الكلام قبل مباراة لتزمالك قلت لك صغرة الاهل الكبرى هي العبطة بسبب الضغط العالي وقف هنا سواني بص كامي لعيب في نص مرعب الاتحاد الكريم اثنين اربعة ستة تمانية تم اللاعبين من الاهل ده معنى ايه في كامي لعيب برا الفريم ده اثنين اربعة ستة تمانية تسعة عفوا واحد واحد لعيب واحد برا الفريم لما تيجي تعمل ضغط عالي وما عندكش التركيز الكافي في وسط الملعب ولا النفس ولا الاقل بدنية اللي تخليك ترجع وتعمل الريكوب وتستعيد الكرة بسرعة ويبقاش عندك الشراسة في الضغط تلاقي عندك اقتراقات في العمق بالشكل ده وانت لو هدلغط كده يبقاش تجيب الكرة مفاش مليون في المئة اه وده اللي الاهل عالجوا من مباراة لزمالك تحديدا فصاعدا بقالوا مبارتين رجع تاني لنفس المشكلة الفراغ اللي في ظهر اللعيب يخط الوسط لعيبه واحد بص لعيب هو طالع منين ما انشأه منين في حوالي اربعة لعيبة من الاهل كمل بقى شوف اللعيب هيوصل لحد فيه كمل اختراق من عمق حاج بقابل الراجل حطها له انفراد لو تحطت تحت رجل على طباصة هنا المبلولو ويتعمل الكروس واحدة بعدها على طول من العمق كمل هاتل الحالة اللي بعدها هاتل الحالة اللي بعدها من العمق بيروح بها مبلولو وتزديدة نفس المشكلة ونفس الازمة كمل بص 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 ضغط سلبي جد ضغط سلبي لأ واختراق بص ماشي راجل تلاتين متر ما عندهش ازمة بيكمل الراجل ولا المدافع بيكمل ما بضغطش عليه وبتتحط تصويبه من مبلولو تلات مشاكل كبار كانوا عنده مارسي الكولر تسببه في غضبه خلال المباراة تسببه في غضبه بعد المباراة اطلق تصريحات تتحط في كريدت مارسي الكولر قبل ما تتحط في كريدت اي حد دي كانت المشاكل اللي موجودة عند النادي الاهل النهاردة يا كريم واللي تسببت في غضب مارسي الكولر غضب منطقي جدا جدا رغم الفوز بسلسية ليه؟ لان هو عايز يوصل النادي الاهل للحتة ما يبقاش يقلل فيش حفرقة بتغلطش لكن يقلل حجم الاخطاء قدر الامكان لان هو جاي زي ما قلت الارقام اللي احنا سردناها في الاول ارقام عظيمة جدا اي حد لو غمض عينيه بس كده ما يحلمش بكتر من كده لكن الاهم انه يتدرك هذه الاخطاء لما نجي نتكلم بقى على قرع الدولة الابطال هيبقى مهم جدا